دف بردهم الحملة دي احنا بنعلنها لكن في كل واحد يقولك انا وزعت هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا واحنا بنطرح الارقام عشان نوصل في الاخر ونشوف هنحقق المليون امتى باذن الله يا رب قبل اول السنة نكون وصلنا للمليون يا رب ان شاء الله واحنا الحمد لله مستمرين ونزلنا وروحنا وزعنا بطاطين وكراتين مواد غزائية على بعض الاهلي في قرية اصفيح محافظة اسيود بالتعاون مع جمعية الحصري نشوف التقرير اشتركوا في القناة النهاردة اخد بطنية من جمعية الحصري واحد من الناس والواحد يعني يعلم بيا ربنا ظروفه وحشة وانا عندي جوزي مريض ضهر واجعه عنده الغطروف لي 15 سنة مش قادر يعمل العملية انا جاي اخد بطنية من الحصري واحد من الناس وتعبانة ويعلم بيا ربنا وعمل عملية في السادي اخد بطنية وكرتونة من جمعية الحصري انا جزا عيان عنده اسمه اما بقلبه وجلطة واعلم بظروفه ربنا انا معي عيال صغيرة باربية انا النهاردة جاي اخد بطنية وكرتونة من جمعية الحصري واحد من الناس طبعا احنا هنا في محافظة السيوت واحنا الحقيقة هذه المحافظة كان فيها الحقيقة اماكن كثيرة محتاجة فعلا للاغاثة فاحنا حرصنا ان احنا نتواجد في هذه المنطقة عشان خاطر نحاول قدر المستطاع ان احنا نعين هذه الجماعة وهذه الفئة الاهلين الطيبين اللي محتاجين فعلا دعم محتاجين مسندم محتاجين ان الناس تتواصل معهم وربنا يتقبل اولا وان شاء الله كده كل بلدنا تبقى فيها رخاء وفيها ان شاء الله كده راحت بال وان شاء الله ربنا يتقبل اولا واخيرا اشتركوا في القناة